طيب النهاردة حصل صلح ما بين امام عشور وفرض الام اللي حصل والمشكلة اللي كانت حصلت في احد المولات والقصة دي كله ومن يومين او كانت تلات اربعة ايام كده حصل برضو الصلح ما بين الشيبي والشحات يعني الدنيا بتتصافة الدنيا بتتصالح الدنيا خلاص سهلة امام عشور النهاردة قعد وتصالح مع الراجل وخد حقه المادي والادبي وكل حاجة وتصالح وقلست ونقفل المواضيع والحدث الابرز اللي هو كان من تلات اربعة ايام كان الشحات والشيبي ولما الشحات تكلم وقالك على الطريقة اللي حصلت بيها وحضنوا بعض وبسوا بعض وخلاص وانتهت القصة على كده ولا حد يخش يشمت هنا ولا حد يخش يولع فيها هنا دنيا بسيطة وسهلة بسيطة وسهلة بلاش احنا بس نقعد نولع فيها كجماهير وكسوشيال ميديا وفي سانية الامر بتخلص في سانية الامر بتخلص خلاص فكانت لقطتين في تلات اربعة ايام بخصوص اتنين لعيبة في النادي الاهلي سواء شحات او سواء امام عشور وانتهت القصة تماما عارف ليه التركيز مهم وانت لو دماغك من شتتها ده نواخد ست شهور وهيحصل وهيوصل وممكن يحصل انت دماغك برضو مش هتبقى كامل التركيز في الملع لكن انت دلوقتي حلت مشكلة وخلصت قفلت خلاص كذا حسين الشحات برضو وقصته خدت فترة طويلة جدا مع الشيبي والعيبة القدامة اللي طلعوا زايدوا على القصة وعبت وفي الاخر خلصت في دقيقة في دقيقة فبلاش ان احنا نقعد ننفخ في النار ده احنا نحاول نبسط الدنيا شوي وده اللي حصل وصافيا لبن شحات وشيبي وامام ومسؤول الامن في القصة اللي كانت حصلت لامام ده من النقاط اللي حبيت علق عليها لانه خدت مساحات عظيمة جدا في السوشيال ميدي مش ممكن يعني الحادثين دول بالذات